خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج أعربى وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح عن فخره بالمستوى المتقدم الذي تسير عليه دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة واستخدامها في الكثير من المشاريع الحيوية والرعاية الصحية والمشاريع العمرانية التطورات التكنولوجية المتسارعة قد تشكل تحديا إذا تجاهلتها ولم تستثمر فيها وإذا لم تواكب مسارات التكنولوجيا ولكن إذا استثمرت بشكل صحيح في التكنولوجيا ما يعني أنك تبتكر وتجري البحوث وتستثمر في الأشخاص يمكنك التقليل من المخاطر الأمنية لتأمين التكنولوجيا كما يمكنك تقليل المخاطر المالية وتقليل مخاطر الانتاجية التي تحدثنا عنها لأن اليوم الاستثمارات تبحث عن النظام البيئي الشامل والذي يوجد هنا في دول مجلس التعاون الخليجي وأنا فخور بأن أقول أن الاستثمارات التي تشمل التكنولوجيا بما في ذلك مشاريع مثل اليوم والمشاريع التي تتضمن الذكاء الاصطناعي تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى استخدامها في الكثير من قطاعات التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وغيرها ترجمة نانسي قنقر